استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادت السيدة سوها إبراهيم الفار سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والحرص الدائمة والمستمر لتطويرها وتعزيزها في كافة المجالات خاصة في المجال الشبابي والرياضي من جانبها عربت السفيرة المصرية عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ ناصر بن حمد وكدة حرصها الدائم على تعزيز وتوثيق وتنمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر